انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاماً حسب ما كشف عنه التلفزيون العمومي نقلاً عن رئاسته الجمهورية وفد مصدر عائلي أن الرئيس السابق بوتفليقة توفي على الساعة العاشرة ليلاً في بيته والراحل عبدالعزيز بوتفليقة ولد في الثاني من مارس العام 1937 في وجدة بالمغرب وهو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس السابع منذ الاستقلال وفي يناير 2005 عينه المؤتمر الثامن رئيساً لحزب شبهة التحرير الوطني وكما قلنا ولد بمدينة وجدة المغربية والتحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في سن 19 عشر من عمره في العام 1956 وفي نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هوارب مدين ليصبحات ولرؤساء الجزائر حكماً وفي الثالث والعشرين من شهر فبراير 2014 أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعودة رئاسية رابعة وسط جدل حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة وترشح لعودة رئاسية خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب الجزائري ترشحه بالرفض لحالته الصحية المتداورة بعد خروجهم في مدارات سلمية في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019 ليعلن استقالته يوم الثاني من شهر أفريل 2019 تحت ضغط الشارع الجزائري في حراك سلمي دام لأسابيع حيث تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح كرئيس دولة بن جنابة من طرف رئيس المجلس الدستوري رحمك الله يا عبد العزيز بوتفليقة وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون اشتركوا في القناة